موسيقى الصليب هل هو هزيمة أم انتصار سأتكلم في هذه الحلقة عن موضوع كثير كثير مهم موضوع صليب يسوع المسيح بعتنا استبيان عن طريق الفيسبوك أن الناس ترد علينا إذا كان هزيمة أو انتصار بعد قليل سأتكلم عن نتائج هذا الاستبيان أنا أدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة معي بحيث أنه سأتكلم هل الصليب ضعف أو عجز كما يدعي البعض أو هزيمة أم هو فعلا مجد وبركة وخلاص وانتصار سأتكلم بهذا الموضوع بحيث أن أحط طبعا بعض النقطة على الحروف ولسيما الشرح سيكون من خلال كلمة الرب من الكتاب المقدس أنا أدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة ستكون مهمة كثير كثير لحياتك سماعك لهذه الحلقة هو شيء مصيري بحدد مصيرك وأنا أدعوك اليوم فعلا تعمل هذا القرار المهم في حياتك الصليب هل هو هزيمة أم انتصار ابقوا معي سأعود بعد هذا الفاصل موسيقى ترجمة نانسي قنقر الصليب هل هو هزيمة أم انتصار بدعوكم أن تشاهدوا هذه الحلقة من برنامج ليكن نور بث مباشر وطبعا في هذه الحلقة راح ألقي الضوء على هذا الموضوع المهم جدا ولسيما آلاف من الأسئلة تدور حول هذا الموضوع كثير أشخاص مش فهمين موضوع الصليب أو الصلب وأهمية الصلب ولماذا صلب يسوع المسيح أما الشريحة الأكبر فتؤمن بالصليب وتؤمن الغرض من صلب المسيح والهدف من مجيء المسيح إلى أرضنا وبالعكس تنظر إليه كأداة خلاص وكأداة حرية وكأداة شفاء أيضا بنعمة الرب يسوع المسيح بولس الرسول في أي مكان كان بسافر كان بيتكلم عن محور الرسالة المسيحية وهذا كان متعارف عليه في الكنيسة الأولى ولسيما في الإنجيل المقدس بحسب البشائر الأربع متى مرقص لوقاء ويحنى كلهم اتحدثوا بإسهاب وبتفاصيل دقيقة مكملة حدها للآخر عن صلب وقيامة يسوع المسيح يحنى المعمدان تنبأ عن صلب المسيح ويسوع المسيح عندما كان مع التلميذ مرارا وتكرارا كان بيذكر العبارة أنه ابن الإنسان متحدثا عن نفسه سيذهب إلى أورشاليم يسلم إلى رؤساء الكهنة يصلب ويقتل يدفن وفي اليوم الثالث يقوم وذكر هذه العبارات أول مرة ذكرها في قيصرية فليبوس في الشمال الأراضي المقدسة في بنياس وهناك عندما قال عن هذه المعلومة واحد من التلميذ العمالقة اللي هو الرسول بطرس أخذ يسوع جانبا وابتدى يقول ليسوع المسيح حاشاك يا رب الصليب مش لإلك المسيح لم يأخذ وقته أنه يشرح لبطرس عن موضوع الصلب لأنه أدرك كل الإدراك أنه بطرس هذه العبارة تكلمها عبارة شيطانية لأنه الشيطان كان بعارض ويناقد وبيعمل كل المعاثر لألا يذهب المسيح إلى الصليب وفي هذه اللحظة قال يسوع المسيح لبطرس ابعد عني يا شيطان لأنك لا تهتم بما لله لكن بما للناس أنت عم تمشي على تقاليد الناس أنت عم تمشي على التقاليد المتعارف عليها أنت عم تمشي ما يمليه طبعا العهد القديم بالنسبة لهذا الموضوع رح أتكلم عنه بعد شوي فبطرس أخذ هذا الجانب بالنسبة للرب يسوع المسيح كان الأمر حاسم جدا ابعد عني يا شيطان الذي ينكر صليب المسيح والذي يعارض صلب المسيح كأن الرب يسوع يقول ابعد عني يا شيطان بدون أي مساومة ولا أي مسايرة ولا أي تهاد على حساب الحق الكتابي حتى التلميذ بقيوا مش فاهمين حتى وهو في العلية يوم الخميس المسيح عم بيتنبأ لبطرس أنه رح ينكره ويهوذة الإسخريوطة رايح يخونه ومع كل هذا بيتكلم أنه رح يلقى القبض عليه لكن مع كل هذا مش فاهمين التلميذ ولما راح لبستان جت سيماني وكان يصارع وقطرات العرق نزلت قطرات دم وقال يسوع المسيح للآب إن أمكن فلتجز عني هذه الكأس ولكن لتكن لا إرادتي بل إرادتك وعندما جاء يهوذة الإسخريوطة وسلم يسوع المسيح بقبلة وهنا أحبائي بطرس تحرك الدم الشرقي وقال يسوع أنا ضرب وفعلا مسك الخنجر وضرب بالسيف تبعه وقطع أذن عبد رئيس الكهنة ملخص قال له يسوع رد سيفك إلى غنده لأن الذي يأخذ بالسيف بالسيف يأخذ وكأن بطرس عم بدافع عن يسوع المسيح إنه ما يروحش للصليب قال له لا حط يعني السيف في مكانه هذه ليست رسالة ولا إرسالية المسيح أو المسيحيين وعنده موقف أمام مجمع السنهادرين ليحاكم هناك من الشيوخ ومن قيافة رئيس الكهنة ومن حنان أيضا وخبرهم أنه كان تعليمه كل يوم واضح علنا في الهيكل ما فيه شيء مخبأ لكن جاءت الساعة المسيح كان بيتنبأ عن هذه الساعة جاءت الساعة وهو ذا ساعتكم كما قال يسوع المسيح يعني السلطان مش بقيت كل درجة إنه قيافة بعد إقامة العازر قال هذه العبارة خير لنا أن يموت رجل واحد أو إنسان واحد عن أن تهلك الأمة كلها كان بيتكلم بنبوه كما قال يحنى بروح النبوه عن موت يسوع وبأية ميتة مزمع يسوع أن يموت فيها فإذن منلاحظ حتى فكر التلاميذ في هذا الموضوع كان عندهم تشويش غير مدركين هذه الحقيقة حتى يسوع لما ذهب إلى الصليب وبتشوف مجموعات من الناس عم تسخر من يسوع المسيح الجند الروماني استهزأ والفرسيين والكتب ورؤساء الدين استهزأوا والناس استهزأت في يسوع طيب أوكي إن كنت ابن الله فانزل عن الصليب لنؤمن بك والغريب أحبائي يسوع له السيادة والسلطان المطلق الكامل لكن لم يرد على هذه الاستهزاءات برضو مش بس لتتميم النبوة لأن المسيح جاء لهذا الغرض عينه وحتى قام المسيح في تلميذين يسمان تلميذي عمواس تركوا أورشاليم حتى يروحوا على بلدتهم عمواس مسافة 11 كيلو متر ولما المسيح ظهر ومشي مع التلميذين كان بفكرهن كنا نرجو أنه المزمع أن يفدي إسرائيل يعني كله ولا موت الصليب يعني كل حاجة بس ما يموتش هالموتة الشنيعة موتة الصليب صليب الخزي وصليب العار ألم يقل الكاتب إلى العبرانيين ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله يسوع الذي من أجل الصرور الموضوع أمامه احتمل الصليب احتمل الصليب مستهينا حتى في آخر اللحظات مستهينا بالخزي والعار أحبائي نعم جاء يسوع المسيح ليموت على الصليب كما تنبأ الملاك وقال يدعى اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطيهم كما تنبأ سمعان الشيخ كما تنبأ زكري أبو يحنى المعمدان كما تنبأت القديسة مريم العذراء وكما تنبأت حني بنت فانوئيل وهكذا كما تنبأ أنبياء العهد القديم وكما ذكرت الرموز والذبائح كلها في العهد القديم عن موت يسوع المسيح حتى في شعية 53 سر الرب أن يصحقه بالحزن وكما كتب داود النبي ألف سن قبل الميلاد إلهي إلهي لماذا تركتني ثقبوا يدي ورجلي في نفس المزمور مزمور 22 آخر آية في هذا المزمور كي عسى قد فعل أو كما قال يسوع المسيح على الصليب قد أكمل لهذا الغرض جاء يسوع المسيح ألم يتنبأ أو ألم يتحدث يسوع للتلاميذ والناس قائلا إن لم تقع حبة الحنطة في الأرض وتمت هكذا تبقى وحدها ولكن إن ماتت طبعا إن ماتت تأتي بثمر كثير ألم يقل يسوع وأنا إن ارتفعت أجذب الجميع إلي ألم يقل يسوع كما رفع موسى الحية في البرية هكذا ينبغي أن يرفع ابن الإنسان لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية ألم يقل يسوع المسيح أنا هو الراعي الصالح والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف ألم يقل يسوع المسيح أنقذ هذا الهيكل وأنا أقيمه في ثلاثة أيام قاصدا عن موته وقيامته ألم يقل يسوع في أمثال كثيرة مثلا مثل الكرمين عن الإبن الذي يقتل وهكذا آيات كثيرة تتكلم عن ذبيحة المسيح الذي هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم وهكذا الرموز وهكذا نبوات المسيح وكل الإشارات عبرت عن موت يسوع المسيح حتى وهو على الصليب يعني قال يسوع كلمات لم يقولها أحد يسوع بيهتم بالمطوبة القديسة مريم العذراء وبيهتم بالتلميذ وبيتكلم مع يحنى يقول لتلميذ يحنى هو ذا أمك ثم يقول لأمه مريم هو ذا ابنك على الصليب يهتم وهذا اندل بدل إنه ما كانش شخص واحد تاني شبه إلي يعني أكتر شيء ماما نوز الأم بتعرف ابنها إذا هو ولا مش هو على الصليب بعدين كلماته على الصليب غريب إنه فيه لصين كانوا بيجدفوا عليه وكانوا يعني بعيروا بيسوع المسيح بعدين فجأة فيه لص كان على الصليب صحي وبيتكلم مع الشخص التاني يعني إحنا بحق بعدالة فعلنا نستاهل يعني إنه إحنا موجودين على الصليب بعدين بيلتفت يعني معرفش كيف برغم الألام الشديدة بيلتفت إلى يسوع ويقول له أذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك قال له يسوع اليوم تكون معي في الفردوس وعلى فكرة إلى آخر اللحظة يسوع قال في الجملة الأخيرة أنا عطشان وبعدين مكتوب نكس الرأس وأسلم الروح عادة شخص يسلم الروح فالرأس يسقط لكن بالعكس كما قال يسوع لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها والتوقيت كان التوقيت الإلهي قبل دخول السبت مات المسيح اللي هو فصحنة مات على الصليب فالسؤال هل الصليب هزيمة أم انتصار ابقوا معي حتى أقول لكم الاستبيان بعد هذا الفاصل ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر أهلا أعزائي من واصل حديثنا الصليب هزيمة أم انتصار أنا بدي أقرأ من رسالة كورنتوس الأولى لكن قبل ما أقرأ الرسالة عاوز أجيب عن هذا السؤال أنه وصلنا إلى الآن طبعا ما زال التصويت وأنا بشجعك تفوت على الفيسبوك وتتواصل معنا عن طريق الوسائل المتنوعة والمتعددة اللي شايفها أمامك على الشاشة ارفع سماعة التلفون بحب أسمع منك كمان فيك تتواصل عنا واتس آب فيك تتواصل عن طريق الواتس آب فيك تترك رسالة فيك تتواصل عن طريق المسنجر وفيك تتواصل عن طريق السكايب إلى الآن أحبائي 5% يقولون أنه هزيمة و95% انتصار فإذن 5% هزيمة و95% انتصار ألف صوت انتصار و54% صوت هزيمة على فكرة عاوز أقول أنه اتنين صح اتنين أنت مزبوط فعلا هو هزيمة وهو انتصار بس خليني أشرح لك هو هزيمة صاحقة للشيطان الشيطان عمل كل ما أراد أنه يعني أنه المسيح ما يصل ما يروح للصليب ولكن المسيح مات على الصليب هو انتصار فعلا انتصار وسأشرح ليه انتصار خلينا أقول أحبائي في عبرانيين إصحاح 2 في آية 14 مكتوب فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشتركه أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذاك الذي له سلطان الموت أي إبليس ويعطق يعني يحرر أولئك الذين خوفا من الموت كانوا جميعا كل حياتهم تحت العبودية فإذن المسيح هزم الشيطان إبليس أباد الموت بالموت ثم أحبائي يقول الرسول بولوس في كولوسي إصحاح 2 والآية 15 مكتوب إذ جرد الرياسات والسلاطين أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه أي بموت صلب يسوع المسيح على الصليب ففعلا صلب المسيح هزيمة صاحقة للشيطان لكنه انتصار عظيم بالنسبة بالنيابة عنك وانتصار ليسوع المسيح انتصار كمان إلك لأنه أصبحنا نسير في موكب النصرة في كل حين مكتوب وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم إيماننا من هو الذي يغلب إلا الذي يؤمن أن يسوع المسيح هو ابن الله في الصليب كانت هزيمة صاحقة للشيطان في الصليب كان انتصار انتصار عظيم جدا للرب يسوع المسيح خليني أقرأ من كورنتس الأولى لصحاح الأول وآية 18 فإن كلمة الصليب عند الهالكين جهالة وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله فهي قوة الله لأنه مكتوب سأبيد حكمة الحكماء وأرفض فهم الفهماء وهون بيتحدى ثلاث نوعيات من الناس اللي بتسأل أين الحكيم؟ أين الكاتب؟ يعني العالم؟ أين مباحث هذا الدهر؟ ألم يجهل الله حكمة هذا العالم؟ ثم يقول في آية 22 لأن اليهود يسألون آية واليونانيين يطلبون حكمة ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوباً لليهود عثرة ولليونانيين جهالة وأما للمدعوين يهوداً ويونانيين فبالمسيح قوة الله وحكمة الله قوة الله وحكمة الله يعني شوف بولوس الرسول مش عم بيعمل نوع من التهادن في كلمة الله بكل صراحة عم بقول إن كلمة فإن كلمة الصليب عند الهالكين لأنه رفض فكرة الصليب عند الهالكين جهالة أما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله وبستمر بقول اليهود عم بيطلبوا آية واليونانيين عم بيطلبوا حكمة فبرد على اليونانيين وبرد على اليهود ولكننا نحن نكرز بالمسيح مصلوباً لليهود عثرة ولليونانيين جهالة حبائي هذه كلمة الله بوحي من الروح القدس من اللي كاتب هذه الكلمات بالروح القدس بولوس الرسول بولوس الرسول اللي هو شاول الترصوصة بسبب تعليم الرسول في أورشاليم أول شهيد في المسيحية كان واحد اسمه استفانوس كان شماس وكان شاول راضي بقتل استفانوس وبعدين على طول بقول أنه شاول كان ينفث تهدداً وقتلاً يعني هدول جماعة المسيحيين ما فيش حل معهم إلا الإبادة وبحب كلمة ينفث عارفة بيتكلموا عن عن التنين اللي بيطلع دخانه نار من مناخيره بالزبط هي هاي الكلمة كأنه شاولوا الترصوصة عم تطلع عن نار مش قادر يتحمل هؤلاء الكفرة اللي عم بيقولوا أنه المسيح مات على الصليب لكن اللي مات على الصليب قام من الأموات وهو حي والأغرب بيقولوا أنه هذا المسيح اللي قام ظهر للتلاميذ وهو حي إلى أبد الأبدين فبالنسبة لشاول كان يعني يسمع الكلمة بدي سدنيه كفر جحود كيف تقولون بالنسبة لليهود عثرة حتى بالواقع أشوف إذا بلاقي السؤال يعني في شخص كتب لي سؤال من غلاطية 3.13 ملعون كل من علق على خشبة إذن سي المسيح ملعون فهل تعبدون إله ملعون أحبائي حاشة المسيح أخذ اللعنة اتصار لعنة لدرجة على الصليب يعني احتمل الترك الإلهي احتمل العذاب والألام لم ينفصل اللهوت لكن احتمل الترك على الصليب أشد العذابات وانصحق على الصليب وصار لعنة كما يقول في رسالة غلاطية المسيح حمل كل خطيانة وحمل كل لعناتنا على الصليب حملها بالكامل بموته وبقيامته يعني قدم الغفران قدم البركة عوض عن اللعنة فيعني موت المسيح كان موت بديلة وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه ثم المسيح مكتوب افتدانا من لعنة الناموس اثصار لعنة لكي تحل علينا بركة إبراهيم يعني اللي أخذ المسيح بالإيمان فإذن أخذ اللعنة أعطانا البركة حمل آثامنا وأعطانا البر الذي وجعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه الذي هو نفسه حمل خطيانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطايا ونحيا للبر الذي بجلدته شفيتم هذا الشاول الترصوصي تقابل مع الرب يسوع وتغيرت حياته تغييرا ثوريا ثوريا جذريا من مضطهد ومجدف ومفتري إلى كارز بصليب ورسالة يسوع المسيح وما أكثرها في رسائل بولوس الرسول فإذن اللهوت طبعا اللي حمل اللعنة يسوع كإنسان على الصليب لكن بموته قيامته قدم لنا البركة والغفران هذا هو عمل الرب يسوع على المسيح فهو القدوس البار بلا خطية اللي أخذ مكانك ومكاني حمل بنفسه لعنتنا وقدم نفسه بديل قدم نفسه ذبيحة فدية قدم نفسه كفارة وبعد ما قام وقدم المسيح ما ضلش على الصليب وقبره يعني فارغ اليوم بتزور كل قبور الدنيا واليوم كل العالم بتروح على كنيسة القيامة في القدس لكن القبر فارغ كما قال الملاك ليس هو هاهنا لكنه قام فإذا أحبائي يا لعمق غنى محبة الله وحكمة الله ما فيش حال تاني إلا أنه يسوع نفسه البار الكامل حتى يكون الكافي والكفيل أنه هو يقوم بعمل الكفارة كإنسان ويقدم ويوفي العدالة والمطالب الإلهية طبعا كإنسان وإله كامل أيضا فهذا الشاول اللي اتغيرت حياته عن بحاور اليونانيين حتى لما كان في أثينا طبعا في قوم استهزأوا لما بدأ يتكلم عن القيامة خلي بالك اليونانيين ما عندهم الشغل إلا يشوفوا نظريات جديدة وفلسفات جديدة يعني مثل أيامنا اليوم فطبعا بالنسبة لليهود عثرة ملعون كل من علق على خشبة بالنسبة لشاول مستحيل لكن ظهر لشاول وتغيرت حياته وهذه الطريقة حكمة الله اللي بقول عنها سأبيد حكمة الحكماء أما بالنسبة لليونانيين جهال بالنسبة لهم الآلهة مش فاضي أصلا للبشر وليت أنه إله ينزل ويفد حياته من أجل البشر الآلهة سواء إله الآلهة زوس أو زيوس رئيس الآلهة وسواء إخوته مثل بوسايدون أو هيديز أو زوجاته أو الأولاد الثنعشر إلهة اللي موجدين على جبل أوليمبوس الأولمبياد مش فاضيين سوب أوبرا قصص قصص حب وغرام وبيتقمصوا شخصيات البشر ويناموا مع ستات وبيخلفوا ديميغاد وكل هاي الحاج جهالي بالنسبة لهم كيف إنه صليب إله يموت على صليب نو 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 هذا جهل فبقول نكرز لليهود عثرة ولليونانيين جهالة فصليب المسيح أعلن عن محبة الله عن قودرة الله وعن حكمة الله وفي نفس الوقت الصليب فضح عمل الشيطان فالصليب يولد فينا قصة حب وغرام ومن ناحية أخرى كراهية وعداء وانتقام على الخلطية وعلى الشر وعلى الفساد اللي محتاجة طبيعتنا القديمة تتغير بعمل يسوع المسيح له كل المجد رح أخد مكالمة من منال من كندا أهلا وسهلا منال تفضل انت معنا على الهواء طبعا صليب أبل القناة شكلها مرعب وشكلها مزل وفكاء مهين ولا منظله ولا جمال فنسي لكن صحق يسوع بالحذر علشان يقدع لنفسك سبيحة دية بطب سرة أن يسقه بالحذن المنضوع كله هو الوحاسة هي بتاعي الخطية بتحتي هي خلت ويوصل للمرحلة دي القباحة كانت في الصليب بسبب الخطية اللي أنا أعمل وكل واحد من ساعة ما تولد يامي خطايا بتخلي يسوع يقعد على الموقف ده ويكون في المشا في المشا ده لأنه جعل للذي يفعل خطية خطية لأجل المنال لنكون يعني فيها برة لها الكامل تشيل كل الخطية والله صر أن يسحقه بالحذر صر بمنظوره أن يدفع من كامل وكده أنا صرت لقي حقيقة هدية شكرا وربي بارك شكرا على المداخلة ربنا يباركك طيب أنا عاوز أواصل بهذا السؤال الصليب هزيمة أم انتصار سأعود بعد هذا الفاصل داع 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 صليب يسوع بين الصيب وبهذا تم ما تنبأ به أنبياء الله منذ مئات السنين الصليب هزيمة أم انتصار قبل ما أواصل خليني أخذ هذه المكالمة من الأخت وردة من الجزائر أهلا وسهلا أخت وردة أنت معانا على الهوى مساء النور الأخ نزار ومساء الخير على كل الإخوة المشاركين والعابرين والمسيحيين وكل الإخوة وكل الإنسانية أهلا وسهلا فيك أهلا وسهلا فيك يا أخت وردة ربنا يباركت واضح من كلامك أنك بتحب الكل بتحبي في محبة يسوع المسيح نعم نعم أنا عابرة وأهلي مسلمين وأنا عابرة ممكن لا يعلمون وأنا عيش معهم لاحظوا التغير في حياتي لكني أخيض محبة لكل الإنسانية لأنه يسوع المسيح لما أتى قال أنا أتيت للخطات فالمرضى لا يحتاجون إلى طبيب والخطاء لا يحتاجون إلى توضع وإحنا نحبه الجميع وفي الموضوع هذا الرائع هل الصلب هزيمة أو انتصار هو انتصار مليون بالمية وهزيمة للشيطان أنا لما كنت نبحث في رحلة العبوري دخلت في صراعات بين الشيعة والسنة مهوش موضوعنا ولما شككت بديت نبحث في المسيحيات أحدبت يسوع جدا لكني رفضت ولغيته لأنه عقلي لا يحتمل هذه الحقيقة ومقدرش يتقبلها لكني رأيت في المنام حلم وسمعت صوته يقول لي هذه العبارة المسيح هو الله في ذاته صوته لما ذكر هذه العبارة تختلج كلماته في روحي في مخي في كبدي وبعدين فهمت لما يقول أنه كلام الله هو سيف يختلج الأمخاخ والكواد والإنسان نحن عابرين إلى النور بفضل يسوع المسيح بفضل هذه الحصاص المنيرة التي تحكي بالمحبة هذا أنا أحب أن نوجه لك تحية لك أنت شخصيا على روحك ووسعة صدرك كيف تحكي كيف تمثل أنت يسوعي بانتياز وكل طاقم وكل قناة أخي نزار ربنا يباركك يا أخت وردة أنا حابب أن أوجه لك بس سؤال أنت كأخت عابرة من خلفية إسلامية وصرت مؤمنة بالمسيح يسوع شو صليبة بيعني لك أنت شخصيا؟ أنت قلت أنه هزيمة للشيطان انتصار مية مية أو مليون في المية عن يسوع لكن السؤال ليه؟ أنت معي أخت وردة أخت وردة لو تعيد لي السؤال يعني شو بيعني لك أنت شخصيا موضوع الصليب الصليب هو يعني يسوع جاوب على هذا السؤال هو قال لا يوجد أجمل من أن يبذل الشخص نفسه من أجل محبية هذا هو الصليب أنه الرب هو حل معادل أجرت الخطيئة الموت فكان الرب على قد المسئولية لما حط القانون الإلهي من أول يوم خلق فيه إبراهيم إن أخطأت أو أكلت من هذه الشجرة ستموت هذه المعادلة أجرت الخطيئة الموت لا أحد يستطيع أن يفتح هذه المعادلة إلا الله نفسه وهذا هو مقمة العدل الإلهي وهو لما قال أن يبذل الشخص نفسه من أجل محبية صادق في هذه المقولة فكان هو الأول الذي بذل نفسه لآجل نحنه نحن البصر طيب الظاهر أنه الصوت شوي وهذه أكبر نعمة لا أصحية والعربين استطاعت أن تنجي اليهود من الشيطان الذي في شهزتهم لكن أمرهم كذا مرة أن يولدوا من الروح أن يسجدوا بالروح الله روح والذين يسجدون له طب الحق أخت وردة ربنا يباركك وشكرا جزيلا لإلك وكمان أنت بلغي تحياتي لكل الإخوة الأحبة عندكم في الجزائر وبحب طبعا تعرفوا إخوتي وحبايب الجزائريين أنتوا دايما في صلواتنا وفي محبتنا وفي فكرنا وفعلا في عدد كبير من الناس يرفعوكم بالصلاة الرب يعطيكم الثبات والنصرة أيضا ويعطيكم الصبر في التحديات التي تتواجهوها في هذه الأيام الرب يباركك يا أخت وردة الأخت وردة من الجزائر عاوز أقرأ من رسالة بولوس الرسول إلى أهل غلاطية إصحاح ستة وآية أربعتاشة وأما من جهتي فحاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم لأنه في المسيح يسوع ليس الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل الخليقة الجديدة فكل الذين يسلكون بحسب هذا القانون عليهم سلام ورحمة وعلى إسرائيل الله فيما بعد لا يجلب أحد علي أتعابا لأني حامل في جسدي سمات الرب يسوع نعمة رب يسوع المسيح معروحكم أيها الإخوة آمين بولوس الرسول بيكتب له غلاطية وفي غلاطية كنيسة أسسها في آسيا الصغرى اليوم هي تركية وهناك أسس عدة كنايس وبعد ما خدم بولوس الرسول كان في مؤمنين من الفرسيين من اليهود حطوا أحمال وأعباء على الناس فبولوس الرسول عم بدافع مش بس عن رسوليته بدافع عن هذه العقيدة بكل قوة وبكل شدة وعم بيتكلم عن هؤلاء الناس الذين يدعون أو دعاة التهويد أنه عم بخففه من فكرة الصليب لألا يطهدوا الكلمة موجودة طبعا في نفس الإصحاح بقول جميع الذين يريدون أن يعملوا منظرا حسنا في الجسد هؤلاء يلزمونكم أن تختتنوا لألا يتطهدوا لأجل صليب المسيح فقط لكن عم برد عليهم أنه عم بيركزوا على علامات الجسد الخارجية بدون الجوهر وبيتكلم من خلال العمل الصليب أنه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة يعني الشخص الغير مختتا بل الخليقة الجديدة وهذه الخليقة بيتكلم عنها في إصحاح 3 آية 26 لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح ليس يهودي ولا يناني ليس عبد ولا حر ليس ذكر وأنثى لأنكم جميعا واحد في المسيح يسوع فإن كنتم للمسيح فأنتم إذا النسل إبراهيم وحسب الموعد ورثه فبولوس الرسول الصليب اللي كان يعتبر أداة عار بالنسبة لليهود أصبحت وسيلة افتخار للرسول بولوس الرسول بيتكلم وأما من جهاتي بالنسبة لإلي أنا حاشة ليه أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح ليه الذي به قد سلب العالم ليه وأنا للعالم هل بولوس بيفتخر في خشبة طبعا لا مع أنه الخشبة بيفتخر فيها كل المسيحيين لأنه الأداء اللي كانت وسيلة التعذيب وسيلة موت المسيح لكن بيفتخر طبعا لأنه عرف شخص الصليب عرف يسوع المسيح ومرارا بيتكلم عن شخصية يسوع المسيح بالمقارنة مع الناس اللي بتحاول تخلص أنفسها عن طريق النموس عن طريق الاختتان عن طريق يعني خوفا من الاضطهاد خوفا من أنه يعلن مسيحيته أنه فعلا يفتخر في هذا الصليب اللي كان طبعا مثال الخزي والعار لكن أصبح هو الجوهر لأساس خدمة الرسول بولوس في هذا الصليب بولوس اختبر الحرية حرية المسيح حرية من الذات قال في نفس السفر غلاطيا إصحاح 2 آية 20 مع المسيح صليبته فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا فما أحياه الآن في الجسد إنما أحياه في الإيمان إيمان ابن الله الذي أحبني وأسلم نفسه لأجله فإذن افتخر بالصليب لأنه فعلا اختبر حرية في الزات اختبر الحرية من الشهوات والذات في نفس الإصحاح يقول الذين هم للمسيح قد صلبوا الجسد مع الأهواء والشهوات صار عنده حرية من الجسد وقوة هذا الجسد اللي دائما عنده الميول للطبيعة القديمة ويعرف الهدف من الصليب الهدف من الصليب هو الخلاص مش بس خلاص للبشرة إحنا كمان صلبنا مع المسيح والعالم تصلب خلاص بالنسبة إن إحنا صرنا شعب جديد للرب صرنا خليقة جديدة للرب اللي بسميها إسرائيل الله من يهود وأمم معتش فيه هاي الفوارق العنصرية ولا الفوارق طبعا بين يهود بين أمم بين يونان وإلى آخره لا فرق مثل ما سمعنا الجميع واحد لأنه كنيسة الرب هي جسد المسيح وجسد المسيح هي أعضاء يسوع المسيح بسميها الخليقة الجديدة ورأسها يسوع المسيح أصبحنا شعب جديد بعمل يسوع المسيح إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة الأشياء العطيقة قد مضت هو ذا الكل قد صار جديدا خليني أخد مكالمة من الأخت الهام الأخت الهام من مصر أهلا وسهلا أخت الهام تفضلي مساء الخيرات أهلا وسهلا أخت الهام أنا بشكل لك حضرت الحسوس على هذا الموضوع الشائق وإذن اخفلي أنا تذكرت مقولة للسرية ومختصة عن الصريب أحد الأباء لو حضرت السرية بتتمكن تفضلي أختي المقولة المقولة بتقول أنه أعضر نظار في تاريخ البشرية سنع كودي بتوين الأرض والسماء براسطة برعين من الخشب وثلاث مسانيش وهسيب لحضرتك التفسير ربنا يباركك ويبارك البجاء اللي جمع ربنا يباركك أخت الهام شكران كتير كتير مثل ما ذكرت أنه أداة الصلب تعتبر أشنع وسيلة للموت وكان الروماني يستخدم هذه الوسيلة للمجرمين غير الرومان الروماني العقاب كان بقطع الرأس لكن الروماني بقطع الرأس الغير الروماني مثل اليهودي بالصلب يعلق على الصليب والمحكوم عليه في الصليب لازم يحمل الصليب بتاعه ويأخذ إلى مكان الصلب وطبعا بحسب كلمة الله إلى مكان يدعى جمجمة معروف لليوم في مدينة القدس أو جلجثة تل صغيرة اللي بتكون على قارعة الطريق يعني بمفترق طرق وين كل الناس بتمشي يعني بجانب هذه التلة حتى يكون عبرة لمن اعتبر فتخيلي أنه المسيح اللي تجلد الجل طبعا بيستخد مقطع الحديد اللي الشريين تتفتح والجسد كله بيتفتح وتاج الشوك نغرس في رأس المسيح يعني في ناس بتموت تحت الجل وتخيل لأنه لما بيرموا جسد المسيح على الصليب وبيبتدي يصمروا لكن قبل هذا المحكوم عليه لازم يحمل خشبة الصليب الخشبة وفقية وزنها بين الخمسة وعشرين لتلاتين كيلو جرام لازم يمشي فيها مسافة إلى خارج البلدة وعلى هذه الخشبة والعمود الخشب يصلب يسوع المسيح بالمسامير تصمر الأيدي وأيضا الرجلين وعلى فكرة اكتشفوا مسامير صلب واكتشفوا يعني هذه الأدوات من القرن الأول من أيام المسيح هذه الموت موت شنيعة موت فضيعة بتورينا قديش الرب محب بتورينا قديش يسوع ضحى من أجلنا بتورينا قديش أن يسوع رفض ينزل عن الصليب كما استهزأوا به لكنه واصل لأنه الصليب كمان هو قوة الله مثل لكل من يؤمن الصليب هو قوة الله فطبعا اليونانيين اللي استهزأوا بالنسبة لهم جهالة اليهود اللي مش فاهمين وغير مدركين عثر بالنسبة لهم لكن احنا عرفنا الله شخصيا من خلال يعني طريقة بولوس وجدل بولوس في هذا الموضوع بيقول أنه حكمة الناس فاشلة حكمة الناس مرفوضة يعني بكل جرأة كان بيدعو الفلاسفة سوري يعني في التعبير أغبياء الفلاسفة اليونانيين اللي تعلمنا منهم كل يعني نوعيات الفلسفة اليونانية الشهيرة لكن رفض الصليب عم بيتكلم عنها جهالي أو غباوة يعني احنا من خلال الصليب منكتشف الله منكتبر الخلاص وهي هي قوة الله وهي هي الحكمة اللي الله اختارها من خلال عمل الصليب وهذا الصليب اللي هزم فيه طبعا الشيطان وهزم وجردهم يعني فضحهم زي قائد عسكري كبير رحشال كل النايشين منه وخلع كل هذه الامور وفضح وصار الاشي علنا هو ما زال موجود الشيطان لكنه عدو مهزوم واضعف مؤمن في العالم يستطيع ان يهزم كل ابالسة الجحيم بنعمة الرب وبقوة عمل دم يسوع المسيح وفي اسم الرب يسوع المسيح نستطيح ان ننتصر بسبب عمل يسوع المسيح على الصليب مكتوب عنه في صفر رؤية يسوع بيتكلم عنه بقول عنه الكتاب الذي الذي غسلنا من خطينا الذي أحبنا وقد غسلنا من خطيانا بدمه ثم قال عن نفسه أنا هو الألف والياء البداية والنهاية الأول والآخر الكائن الذي كان والذي يأتي القادر على كل شيء يقول الحي وكنت ميتا يعني مات وها أنا حي إلى أبد الآبدين وكما قال الطبيب لوقة المؤرخ عنه كاتب سفر أعمال الرسل وإنجيل لوقة بروح القدس قال عن يسوع برهن عن نفسه ببراهين حية بإثباتات كثيرة من خلال قيامته التي أعطت مصداقية لصليب المسيح ومن خلال الشهود التي رأت قيامة المسيح وما فعل يسوع المسيح أحبائي نحن لا ندعي أن المسيح إنسان صار إله وصلبنا لا هو الله الظاهر في الجسد وهو كلمة الله حل بيننا وأخذ جسدا حل بيننا ورأينا مجده مجدا وصنع هذا الخلاص لأنه استحال أي إنسان آخر يقوم في هذا العمل إلا الرب يسوع المسيح كإنسان كامل وكإله كامل أيضا خليني أخذ مكالمة الأخ نبيل من كندا أهلا وسهلا فيك أهلا أخ نزال سهلا حظيم أنه أكلم معك حبيبي أهلا وسهلا فيك تفضل إسرائيل ومه بخصوص الحلقة أتمنى أنه ما يسعي تفضل أخ نبيل أوكي من خلال التأس العهد القليم أتوصل أنت هو الإنسان اللي أقوتي كنت أعلم سلام حبيبي لعبني على سرعة توصلت أنه الله العهد القليم كان يعاقب الشعوب من خطايا عزيز من طريق شعوب أخرى هذا من العهد القليم تفضل حبيبي أخ نبيل شكرا كثير على السؤال سؤالك كثير كثير مهم على فكرة سؤالك بيتعلق في موضوع الحلقة بالنسبة للعهد القديم كان في شعوب كنعانية وثانية الرب كان لازم يبيدها كان لازم يعاقبها فعلا استخدم شعب إسرائيل لكن قبل ما يستخدم شعب إسرائيل الله لما اتكلم مع إبراهيم قال لإبراهيم أنه من صلبك منك أنت سيكون شعب يروح للعبودية فعلا شعب إسرائيل استعبد في أرض مصر 430 سنة وعندما خرش شعب إسرائيل كان الغرض يفوتوا على أرض كنعان وكنعان كانوا يقدموا الأطفال ذبائح بشرية للإله مولوك والإله مالكم آلهة وثنية وكانوا يقوموا بنجسات ورجسات وعبادات غريبة من نوعها التي تتخللها الإباحية والأخلاقية الشزوز الجنسي حتى وصل معهم لدرجة أنه الاتجاع مع الحيوانات لدرجة أنه الله بقول يعني حتى مش الله الأرض نفسها رح تلفز هذه الشعوب بسبب خطاياها الكثيرة كثير مرات كان الشعوب أحيانا بفتح الأرض يبلع الغير مؤمنين الله بدينهم من خلال شعب ضد شعب حتى يتمم العدالة لكن مش بس شعب إسرائيل بتشوف حتى في تثنية إصحاح 2 بتشوف شعوب أخرى في الشرق الأوسط حاليا أخذوا مواقع تانية بسبب شرور الشعوب القبل هذه معاملات العهد القديم بس الله ما تغير هو إله النعمة في العهد القديم هو إله النعمة في العهد الجديد ولكن اليوم يمكن ما بتشوف إن الله بنزل حجارة أو بفتح الأرض تبلع الناس لكن خطيئة خاطئة جدا وصعبة جدا يعني صدوم وعمورة حرقهم مثل ما ذكرت في العهد القديم لكن لما نينو تابت أشور تابت الرب عفى عنها بعد مئة سنة نحوم النبي من أيام ينان لنحوم النبي بيتنبأ عن نينو بسبب شرورها وقرأ عن نينو من سفر نحوم عن الشرور اللي عملتها راح الرب استخدم أداة تانية اللي تبيد أشور وهكذا معاملات الله لكن الشيء أخطر وأصعب في العهد الجديد يقول الرسول بولوس لكل من يرفض وينكر صليب المسيح ويرفض الفداء الإلهي من أجلك ومن أجلي أم تستهين بغنى لطفه وإمهاله وطول آنته غير عالم إن لطف الله يقتادك للتوبة ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تذخر يعني بتجمع بتحوش غضبا إلى يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة لأنه سيجازي كل واحد حسب أعماله مكتوب أيضا مخيف هو الوقوع في يدي الله الحي من أجل هذا الآن هو وقت مقبول فرصة للخلاص إن سمعتم صوته فلا تقس قلوبكم تعال لا تهرب من الرب اهرب إلى الرب تعال احتمي بجراح المسيح وفي دم يسوع المسيح وكثير من إخوتنا العابرين مثل ما سمعنا من وردي اللي رفضوا صليب المسيح حتى لهوت المسيح بإعلانات إلهية رب أثبت ممكن تصلي تقول له يا رب افتح عناي ورين الحق والرب رح يوريك الحق لكن عندما تؤمن بخلاص يسوع المسيح تحصل على غفران الخطايا وعلى الحياء الأبدية وعلى الضمان الأكيد الأبدي مع يسوع المسيح وكما قال يسوع من يقبل إلي لا أخرجه خارجا تتمتع برحمة الرب والرب قادر أن يكتب الآن اسمك في سفر الحياة سؤال عاوز اسمك يتكتب في سفر الحياة من فضلك خبرنا اكتب إلنا وعندها بعد ما تختبر الخلاص تقول مثل بولوس حاش لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح صليب الخلاص ربي باركك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر